السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع والله أعطيكم العافية معكم أبو الجود من فريق بلو بيتس من الدفعة 25 رح أكون معكم في شرح مادة الدارات الإلكترونية القسم العملي رح نطبق الشيء اللي تعلمنا خلال محاضرات العملي على تطبيق مالتزم واليوم رح نبدأ سلسلة جديدة تقص مادة الدارات الإلكترونية القسم العملي رح نشرح فيها برنامج وتطبيق مالتزم أول شيء مهمنا نعرفه إنه وشلون من نفعل البرنامج وننزل البرنامج بكل بساطة رح ناخد البرنامج وننزله بضغطين على التطبيق ونقل له اوكي تمام؟ أول شيء لازم نقل له انزب بعدين رن وانزب تمام؟ أنا حواليا منصب عندي فما في داعي أرجاعي للعملية وإذا في نيكست وقبول الخصوصية وكذا هاي موربة دي هي يفضل أنه يكون حماية الفيروسات عندك مطفية سواء كان تطبيق أو من أصل الويندوز بعد ما نخلص بنا نفعل هذا التطبيق نفعله بكل بساطة عن طريق الاكتيفيت تابعه الكراك أول ما رح يفتح عمدي رح يكون هذول المربعات عندي يهون بهذا الشكل بيض واحد اثنين ثلاثة اربعة رح يكون عندي يهون بيض تمام؟ بيض يعني ما لم يفعله حتى افعله بكل بساطة بكبس كليك يمين عليه فبيطلع لي شيء اسمه اكتيفيت بكبس اختار اكتيفيت فبصير لونه أخضر كمان هار بختار اكتيفيت بهاي الطريقة صار عمدي البرنامج امفعل بعد ما افعل البرنامج بروح بفتح التطبيق بكل بساطة رح يفتح عندي بهذا الشكل لحتى اعمل زوم بس اعمل سكرول الماوس اذا عمل سكرول ان فبيعمل زوم ان وسكرول اوت بيعمل سكرول اوت وهيكي طيب اه في حال انا بدي اروح يمين شمال كذا بعد ما عملت سكرول فعندي هذا الشريط من هون تمام؟ او عمدي هذا الشريط لفوق ولا تحد او عندي عن طريق الاسهم تبعات الكيبورد فيني اطلع تلاحظوا شو عم بطلع لفوق هذا عن طريق السكرول عفوان عن طريق الاسهم يلي عمدي ونفس الشي يمين شمال والاخرهي طيب هلا طريقة استدعاء الادوات لحتى انا استدعي الادوات الخاصة بالدارات الكترونية اللي عندي انا عندي ثلاث طرق لحتى استدعي الادوات اسهل هون كونترول دابليو فبفتح عندي هاي القايمة الخيار الثاني كليك يمين فبختار هون place component ترجع تطلع عندي نفس القائمة الخيار الثالث انه بختار من عندي من هدول الخيارات مثلا اخترت place source وتطلع عندي هاي القايمة طيب هاي القايمة الشو هاي؟ هاي القايمة هي يلي بختار منه القطع الالكترونية يلي بدي استعمله بشكل فعلى سبيل المسال نحن عنا شي اسمه group وعننا family وعننا component من الgroup اذا اخترت sources اذا اخترت sources ومن الفيميلي اذا اخترت power sources تمام فبطلع عندي components هي مجموعة العناصر الموجودة ضمن التطبيق تمام فمثلا عندي ac power هي منبع التيار المتناوب حلو هذا الحكي طيب بدي انزل هذا المنبع التيار المتناوب عندي على التطبيق فبختار اوكي فبلاء انه مسكني اياها بالموس تمام بمجرد انه انقر نقرة وحدة فصارت عمدي موجودة هوني طيب انا بدي مثلا الارضي فبختار ground وبختار اوكي تمام بهذا شكل نزلت الارضي وهكذا تمام فعندي من ال power sources بحس ان اختار ac dc والground تمام طيب حلو هذا الحكي بس اخلص من هاي القائمة اه طبعا بكل مرة بني انزل لازم اعمل اوكي بس خلصت بك بس اكلوز طيب بعد ما نزلت هدول الاثنين طيب بلاحظ انه في عندي هون v1 و 120 vrs طب هذا الحكي منه ان اجاه او في حال نقرت نقرتين على اي اونا نصور بفتح لي هاي القائمة تمام هاي القائمة موجود فيها كل شي موجود يعني كل شي خواص مثلا فولتج قيمة الفولت يعني الخاصة بهذا المنبع مثلا هون حط 120 فينا غير احطه اطناعش على سبيل المساء فريكنسي هو التردد مثلا هون حطوطه 60 بدي خليه 50 حلو طيب عمدي من الديس بلي بحس ان اشيل هدول الرموز المكتوبين هون هدول الكلام كتير مزعج طيب انا بدي اشيله بكل بساطة بكبس على use هذا الخيار تمام وبشيل هدول الصحات الموجودين هون تمام في حال لا بدي اخليه موجودين فبرجع هذا الخيار موجود ولا كاني شي صار طيب عندي من الليبل من الليبل بختار هذا الخيار هذا بزمني يلي هو اسم العنصر اسم العنصر هون مكتوب اسمه V1 طيب انا ما بدي اسمه V1 بدي اسميه على سبيل المساء باور تمام فبهي الطريقة صار اسم المنبع باور بمجرد ان اكبس اوكي بلاحظ انه تغير اسمه تغير قيمة الفولت تغيرت الهرتز حلو هذا الحكي طيب انا بدي مثلا اوصل للطرف السالب للمنبع مع الارضي اشلون باوصلون قال بكل بساطة بمجرد انه اوقف بدي سيلك طبعا بمجرد انه اوقف على المنبع احد اطرافه بلاحظ انها لاحظني هي الاشارة بيمجرد انه ارقل عليه نقرة بلاحظ انه مسكني الشريط تمام طيب الاحظ الشريط عبروحة بجي بحركة الماوس سبعين تذوي manual طيب انا بدي اياع عند هاي النقطة يتثبت وما يتحرك ابدا فبنقل نقرة على هاي النقطة بلاحظ انه وين ما راحت اما جيت هاي النقطة صارت سابتة طيب بدي هلا اوصل هذه quier بلا ارضي بوقف وروعا من الارضي بلاحظ ان اطلع لنقطة حمرة بمجرد انه انقر على هاي النقطة الحمرة فبلاحظ انه نوصل الارضي مع المنبع مع الارضي طيب هل هو ثابت ما بحث ان اغير محلو او لا بحث ان اغير محلو في حال دقرت عليه نقره وروح اتحركت من الشمال فبحث ان يتحرك وين ما انا بديه مثلا هذا الشريط بدي احسفه تمام فانا لحتى احسف الشريط بنقر نقر عليه وبختار delete طيب ما بدي هذا الشريط بدي اوصل الارضي فورا بهاي الطريقة انا وصلت الارضي مع المنبع فورا تمام في حال مسلا انا كنت ميسك هذا الشريط وكنت ميسكه بالغلط وبدي اشيله اذا كبسك يمين شمال ما راح تسفيد شي لحتى تشيل هذا التحديد كله فلازم بسك واسكليك يمين بتلاقي انه لحال له الشريط ان شاء كون انت ما وصلته بالعمل لكنكم تعرفنا على التطبيق كمرحلة بداية وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وبالتوفيق للجميع ان شاء الله